بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة السابعة وهي بعنوان المعالجة المحاسبية لإصدار الأسهم والسندات الدرس الأول المعالجة المحاسبية لإصدار الأسهم إصدار الأسهم بأقل أو أكثر من القيمة الإسمية فيمكن لشركة المساهمة أن تصدر أسهمها بأقل أو بأكثر من القيمة الإسمية وإذا تم إصدارها بأقل من القيمة الإسمية يعني أنه تم إصدارها بخصم إصدار وإذا تم إصدار الأسهم بأكثر من القيمة الإسمية وهذا يعني أنه تم إصدار هذه الأسهم بعلاوة إصدار وقد أجاز نظام الشركات في المملكة لشركات إصدار أسهمها إن أرادت بعلاوة إصدار ولا تعتبر علاوة الإصدار في هذه الحالة جزءا من راس المال بل تعتبر جزءا من الاحتياط النظامي ويتم إصدار الأسهم بعلاوة إصدار من قبل الشركات عندما يرغب المكتبون بشرائها بأكثر من قيمتها الإسمية وهذه الرغبة تعلل بعدد من الأمور منها الحالة الاقتصادية العامة والأرباح التي حققتها الشركة في الماضي والأرباح المتوقعة تحقيقها مستقبلا والأرباح الموزعة في الماضي والتي ينتظر توزيعها في المستقبل والقيمة الدفترية لأسهم الشركة وقت الإصدار الجديد إن كان الإصدار جديدا هذه أمور تؤدي بالمكتبين بأن يرغبون في إصدار شراء الأسهم بأكثر من قيمتها الإسمية أثر علاوة الإصدار على سجلات الشركة نأخذ هذا المثال لتوضيع أثر علاوة الإصدار على سجلات الشركة نفترض أن شركة مساهمة أصدرت 500 ألف سهم بقيمة اسمية 100 ريال للسهم وبعتها ب110 ريال وتم الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وتم تسديد كامل قيمة الأسهم المطلوب تسجيل قيدة اليومية الذي بمعنى أن هذه الأسهم تم إصدارها ب100 ريال للسهم وتم بيعها ب110 ريال للسهم وعلي يكون قيدة اليومية كالآتي 55 مليون من حساب البنك إلى مذكورين 50 مليون حساب رأس المال و50 مليون الاحتياطي النظامي بمعنى أنه 800 ألف سهم في 110 ب55 مليون إلى مذكورين أنه رأس المال 50 مليون في 100 ريال و5 مليون احتياطي النظامي اللي هي 10% على 10 ريال علىوة الإصدار رأس المال الممنوح رأس المال الممنوح يعني أن الحكومة تقيم عدد من المشروعات وعندما تدير هذه المشروعات عائدا مجزية يتم طرحها للاكتتاب العام على أن تمنحها الحكومة استثماراتها في المشروع للشركة الجديدة وتعتبر هذه الاستثمارات رأس المال الممنوح ويوضع رأس المال الممنوح ضمن حقوق المساهمين يعني يتم وضع رأس المال الممنوح ضمن حقوق المساهمين مثال نفترض أن الشركة أنشئت كتوسع لمشروع حكومي بلغ صافي استثمارات الحكومة فيه حتى وقت أسيس الشركة 100 مليون ريال قررت الحكومة منح إعانا للشركة الجديدة ونفترض أن هذه الاستثمارات تتمثل في الوصول الألاتي حسب صافي قيمتها الدفترية 7 مليون آلات ومعدات 2 مليون مباني وآراضي ومليون سيارات نطلب تسجيل قيدة اليومية اللازم قيدة اليومية يكون الآلاتي من مذكورين حساب الآلات والمعدات حساب المباني وحساب السيارات إلى حساب رأس المال الممنوح 7 مليون 2 مليون مليون 10 مليون حساب رأس المال الممنوح حصص التأسيس فوفقا لنظام الشركات في المملكة لا تدخل حصص التأسيس ضمن تكوين رأس المال وبالتالي أنه ليس هناك قيود محاسبية وقت إصدار حصص التأسيس بل تسجل في سجل إحصائي لضبطها وضبط تداول هذه الحصص الأسهم الممتازة لا تختلف معالجة هذه الأسهم الممتازة عن معالجة الأسهم العادية إلا من حيث التصنيف ضمن حقوق الملاك وكذلك يمكن أن تصدر هذه الأسهم مقابل أصول غير نقدية وكذلك يمكن أن تصدر بعلاوة إصدار ولا تختلف الناحية المحاسبية أو المعالجة المحاسبية للأسهم الممتازة من كل هذه الأمور عن معالجة المحاسبية للأسهم العادية مصارف التأسيس وهي المصاريف التي يقوم المؤسسون بصرفها في سبيل تأسيس الشركة المساهمة وتنتقل هذه المصاريف عند تأسيس الشركة وعند إعلان تأسيس الشركة إلى حساب يسمى حساب مصاريف التأسيس بسجلات الشركة ويتم تعويض المؤسسون عن ما صرفوا بهذا الشأن وهذه المصاريف تنقل إلى سجلات الشركة بالقيد التالي من حساب مصاريف التأسيس إلى حساب البنك وتعتبر هذه المصاريف أصر غير ملموس وقد جرى العرف المحاسبي على استهلاك أو استنفاذها خلال خمسة سنوات من تأسيس الشركة استهلاك الشركة لأسهمها وشراء الأسهم أجاز نظام الشركات في المملكة للشركات المساهمة استهلاك السهمها أثناء قيام الشركة إذا كانت الشركة تقوم على حقوق مؤقتة أو أن مشروعها يهلك تدريجيا ويتم هذا الاستهلاك من الأرباح أو من الاحتياط الذي يجوز التصرف فيه بمعنى أن أجاز نظام الشركات للشركة المساهمة استهلاك السهمها من الأرباح أو من الاحتياط الذي يجوز التصرف فيه وكذلك أجاز للشركات شراء السهمها بغرض استهلاكها بشرط أن لا يزيد سعر الشراء على القيمة الإسمية للأسهم بمعنى أنه وضع شرط لشراء الأسهم لإستهلاكها حيث لا يزيد سعر الشراء على القيمة الإسمية للأسهم أما شراء الأسهم الشركة لغير غرض الاستهلاك ويتم بشرطين بمعنى أنه أجاز نظام الشركات شراء أسهمها لإستهلاكها بشرط أن لا يزيد سعر الشراء على القيمة الإسمية ولكن شراء الأسهم استراع الشركة لأسهمها لغير غرض الاستهلاك يتم بشرطين هما أن يكون الغرض من الشراء تخفيض رأس المال وأن تكون الأسهم ضمنهم امتلكات مؤسسة أو شركة أخرى اشترتها الشركة بما لها من أصول وما عليها من خصوم